سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذن مرحبا بالجميع معنا في فيديو جديد حول درس الدوال اللغريتمية إذن تعرفنا سابقا على الدوال الأصلية قلنا أن كل دالة تكتب على هذا الشكل X أو S N مع N يخالف ناقص 1 فإن دالتها الأصلية هي X أو S N زائد 1 على N زائد 1 الآن نريد أن نبحث عن دالة أصلية للدالة F دو X كتسب واحد على X دونك لتكون F دالة معرفة على المجال سيفر بلوس لن فيني بحيث F دو X تساوي 1 على X لاحظوا معي جيدا عندي 1 على X كناية هي X ناقص 1 فقاعدة الأولى لشنا صالحة فقط إذا كان N يخالف ناقص 1 إذن هي ليست صالحة لهذه الدالة علاش؟ لأن إذا عودنا N بناقص 1 ناقص 1 زائد 1 تعطينا صيفر في المقام سوكي أمبوسيبل ما يمكنش يكون صيفر في المقام إذن فما هي الدالة الأصلية للدالة واحدة على X قبل أن نجيب على هذا السؤال أولا هل الدالة F لهي واحدة على X تقبل دالة أصلية؟ جوابنا هو نعم لماذا؟ لدينا F دالة متصلة على هذه رهيات دالة واحدة لاكسية معرفة على أي ريطوال نحن أعطون لنا فقط صفر فلوس لانفيني إذن هذه الدالة دالة متصلة على المجال صفر فلوس لانفيني إذن فإن لها ما لا نهاية من الدوال الأصلية طبعا؟ ما عارفين دابة بره عندها دالة أصلية لكن شكون هي الدالة الأصلية ديالها؟ ما عارفنا هاش شكون هي؟ ما عارفنا هاش إذن لنتفق جميعا على أن هذه الدالة الأصلية هي الدالة LN أو نرمز لها بLN F دو X هي LN دو X حيث هذه الدالة الأصلية تنعدم في واحدة حيث أن F دو واحد كتساوي LN دو واحد تساوي صفر ونسمي هذه الدالة بالدالة اللغاريتمية النيبيرية إذن نعطيكم تعريف باش تفهموا مزيان تعريف الدالة الأصلية للدالة واحد على X على المجال صفر بلوس لانفيني والتي تنعدم في واحد إذن لنركز على أن الدالة الأصلية للدالة واحد على X على المجال والتي تنعدم في واحد تسمى دالة اللغاريتم النيبيري ونرمز لها بLN إذن طلاقا من التعريف يتبين أن LN معرف على المجال صفر بلوس لانفيني لكن نتائجها تصب في R إذن X هو المتغير بنسبة LN النتيجة تتغير في R نعم X هو موجب قطعا لكن نتيجته بLN يمكن أن تكون موجبا أو سالبا أو منعدمة متى تكون منعدمة؟ تكون منعدمة إذا كان X يساوي واحد انطلاقا من التعريف سنستخلص نتائج مهمة والتي ستساعدنا على دراسة الدولة اللغاريتمية بصفة عامة أول نتيجة تخص مجموعة التعريف إذن بما أن الدالة LN هي الدالة الأصلية الواحدة على X على المجال صفر بلوس لانفيني فإن مجموعة التعريف الدالة LN يساوي صفر بلوس لانفيني شنو كيعني هذا؟ كيعني أن هذا الدالة LN معرفة على النتائج الموجبة سنقول معرفة على النتائج الموجبة ولا نقول أنها معرفة على الأعداد الموجبة قطعا لأنه ممكن يكون عندنا المتغيير X سليب لكن نتيجته موجبة داخل دالة LN فتصبح لديه قيمة عند LN يعني ممكن نحسب صورته بالدالة LN تفهمنا؟ إذن مثلا ناخد LN X أو 6 إلا أخذنا العدد ناقص 10 فإن ناقص 10 سليب نورمال مو لا ينتمي إلى المجال صفر بلوس لنفيني لكن لديه صورة لأننا عندنا هنا X أو 6 لأننا إلا دخلنا ناقص 10 هنا يعني ما ستولي؟ تولي LN 100 و100 أو مجاب إذن LN 100 سيكون موجود تفهمنا؟ إذن دالة LN معرفة على النتائج المجابة أي معرفة في هذه الحالة دالة LN معرفة على المجال صفر بلوس لنفيني النتيجة الثانية هو أن صورة واحد بالدالة LN تساوي 0 وهذه نخرج منها قاعدة مهمة في حل المعادلات وفي حل المترجحات إن شاء الله في الفيديو هذا المجال إذن LN 1 يساوي 0 فإذا قلنا أنه عندنا واحد دالة U بحيث LN U راح تساوي 0 كيف يعني هذا؟ كيعني أن هذا U وجب عليها خصتكم كتساوي 1 وإلا فإن صورتها ستخالف الصفر إذن هذه نتيجة من نتائج ذيل هذه النتيجة اللي قلنا النتيجة الثالثة بما أن الدالة LN هي الدالة الأصلية الواحدة لX المشقة ديالها دونك عارفينها دالة LN X بخيم رأي واحدة لX من طبيعات الحال لأن واحدة لX هي الدالة الأصلية ولاحظوا معي جيدا بما أن X موجب فإن واحدة لX سنجده موجبا يعني أن المشقة الأولى موجبة هذا يعني ماذا؟ أن دالة LN تزايدية قطعا قطعا على المجال صفر بلوس لنفيني نمر إلى النتيجة خمسة لدينا LN دو واحد كتساوي صفر و LN تزايدية إذن شنو كيعني هذا؟ بما أن LN تزايدية قطعا والصورة دي الواحد هي صفر فإن هذا العدد الواحد اللي كان في المجال صفر بلوس لنفيني هو اللي يقسم لنا إشارة النتائج بالدالة LN بمعنى إمتى تكون الدالة LN موجبا إمتى تكون الدالة LN سالبة فهذا يعني أن الدالة LN دو X LN دو X ستكون موجبا إذا كان X على يمين واحد يعني إذا كان X أكبر من واحد أما LN دو X أو النتيجة بLN ستكون سالبة إذا كان X أصغر من واحد ومن طبيعة الحال عندنا X ينتمي إلى مجموعة تاريفة لها صفر بلوس لنفيني إذا كان X وخاء صغر من واحد لا يخصوش يكون ساليب يعني يخصوش يكون أكبر من صفر إذن هذه كتحديد للإشارة دالة LN LN موجب إذا كان X ينتمي إلى المجال واحد بلوس لنفيني أو X موجب قطعا أكبر نعم من واحد LN دو X ساليب إذا كان X ينتمي إلى المجال صفر واحد خمسة أو ستة جدول تغييرات جدول تغييرات LN دو X مع جدول إشارة LN دو X إذن بشكل جدول تغييرات عندنا هنا هي ثلاثة ديال الخانات الخانة التي نخصها المجموعة التاريف ثم الخانة التي نخصها المشقة ثم الخانة الأخيرة التي نخصها الرتبة إذن هنا لدينا X ينتمي إلى المجال صفر بلوس لنفيني لدينا هنا LN دو X بخيم هنا لدينا LN دو X دالة LN غير معرفة في العدد صفر إذن هذه المشقة سنجدها غير معرفة على صفر قلنا أن LN بخيم موجب إذن فإن الدالة تزايدية نعلم أن الصورة ديال واحد الصورة ديال واحد تتعطينا هنا صفر إذن شنو كي يعني هذا كي يعني أن هذا النتائج أو صورة النتائج اللي على يمين واحد أي عدد كان هنا نتيجته ستكون موجابة يعني هذا تكون أكبر من هذا الصفر وأي عدد صغير على هذا الواحد بما أن الدالة تزايدية ستكون هنا نتيجة سريبة إذن انطلاقا من إجدول التغييرات ستبلينا إجدول الإشارة ديال الدالة لين الدالة لين فقط جوج ديال الخانات خان الخاصة بإكس والخاصة بإيلين دو إكس أي إشارة إيلين مجال صفر بلوس لين فيني دالة غير معرفة في صفر إذن كان نلاحظ أن إيلين كتساوي صفر فوقاش إذا كان إكس كتساوي واحد أشلقنا هنا النتائج موجابة ونلقنا النتائج سالبة يعني إيلين موجاب هنا إيلين رهو سالب على المجال صفر واحد إذن نتيجة سبعة انطلاقا من النتائج السريرية للدالة إيلين أو للتأويل الهندسي لنهاية هذه الدالة يتضح لنا أن نهاية إيلين دو إكس عندما يأخذ إكس قيما أكبر فأكبر هي ماذا؟ هي النتائجة بلوس لين فيني وأن إيلين دو إكس تأول إلى ناقص مال نهاية عندما يأخذ إكس قيما أصغر فأصغر على يمين الصفر أو باتجاه صفر على اليمين إذن نعيد إذا كان إكس يأخذ قيما أكبر فأكبر باتجاه زائد مال نهاية نلاحظ أن صورة إكس بالدالة إيلين تأخذ كذلك أو الصور تأخذ قيما أكبر فأكبر باتجاه زائد مال نهاية وبالتالي نقول أن نهاية إيلين بجوار بلوس لين فيني هي بلوس لين فيني أما في هذه الحالة عندما يأخذ إكس قيما أصغر فأصغر باتجاه صفر على يمين على يامين فإن Ln2x تأخذ نتائج سالبة أصغر فأصغر في اتجاهنا قسمة لنهاية أما إذا قرنا دل Ln2x مع x نجد دائما أن Ln2x أي عدد خدته كل كسوة x خدته موجب كتلقى أن Ln2x ديما صغيرة صغيرة على x نقول في هذه الحالة أن دل Ln2x دل Ln2x دل Ln2x بنتائج كبيرة جدا إذن هنا قرنا أن دل Ln2x نيجلجابل بقبور لفونكسون x إذن في هذه الحالة ستعطينا نتجة مهمة وهي أن نهاية نهاية Ln2x على x عندما يأخذ x باتجاه بلس لنفيني كتساوي 0 إذن لدينا هذه ثلاثة النهايات مهمة بزاف في الدرس الدول اللغريتمية والذي تمكننا من إنشاء منحانة هذه اللغريتمية انطلاقا من هذه النهايات شنو كيتتضح لنا أن C2 Ln يقبل يقبل فرع شلجامي باتجاه محور محور أفاصيل بجوار بلس لنفيني من طبيعة الحل كما أن C2 Ln بما أن حسبنا النهاية في صفة بلس أعطتنا النهاية غير منتهية فإنه يقبل مقارب عمودي معادلته X كي ساوي صفر إذن نتيجة سعود إنشاء منحانة دالة Ln إذن لدينا محور الأفاصيل محور الأرتيب ماذا نعرف هنا نعرف مجموعة التعريف دالة هي الصفر حتى البلس لنفيني هي الصفر حتى البلس لنفيني وبالتالي منحانة دالة ما غادش يكون في هذا الجزء من من المستوى إذن منحانة دالة ممكن يكون هنا ممكن يكون هنا أرى أن كنا نعرف الصورة هذه واحدة هو الصفر وبالتالي منحانة يمر من هذه النقطة هذه وعندي أن المستقيم ذو المعادلة X كي ساوي صفر اللي هو محور الأرتيب مقارب عمودي وبالتالي فإن المنحانة سيكون يمهكا يمهكا واحد فيهم ذا باش كون لي عنا صحيح ما غادش يحكي مننا على الصحة هي النهاية لاحظوا حيث حسبنا النهاية في صفر بلس القناة مولن فيني ها مولن فيني في شكينا في محور الأرتيب هنا كنا مولن فيني وهنا عدنا بلس لن فيني وبالتالي فإن دالة F ستكون هنا مقارب عمودي ها هو تقارب ويمر من هذه النقطة هذه والدالة عندي تزايدية بحيث أن F هي بلس لن فيني إذن بجوار بلس لن فيني عندنا C ممكن يكون عنده فرش الجنب تجاه محور الأفاصيل ممكن يكون فرش الجنب تجاه محور الأرتيب بما أن حسبت أن هذه الين دو إكس على إكس والقطة صفر إذن سيكون باتجاه محور الأفاصيل وبالتالي فإن المنحنة لدالة الين سيكون هو هذا هذا هو إذا كان هذا هو واحد عندنا الجوج عندنا ثلاثة عندنا هنا واحد العدد أ كنسميه العدد النيبري الصورة هي واحدة إذن عندنا الين دو أ هذا مهم الين دو أ كيساوي واحد إذن أردنا الرسمو المستقيم دو المعادلة إجريك كيساوي كيساوي إكس ليه هذا؟ هذا هو منحنة دالة سي دو إكس إذن حتى ستصل للنهايات سيبقى يقول لكم الأستاذ أن الدالة الين أو الدالة إكس تهزيم الدالة الين دو إكس على إكس أصغر من إكس نفسه إذن بهذا هذا الأنطق بخطة سيولة اللي رحنا بيننا هنا سنبقى حيث نبقى نحسبوا النهاية دي الين دو إكس على إكس في بلوس لانفيني كنقولوا فقط نحسبوا النهاية دي الواحدة على إكس ورحمة الله وبركاته